اشتركوا في القناة ايمن وعيصر عمر السلية واليو جانج وحمد فتحي سلاسي في خط وسط الارتكاز وامامهم افشا بيرستاو احمد عبدالقادر وارد ان يكون التشكيل قريب من المجموعة اللي موجودة من خلال حساب يلا كورة لكن مش عارف عندي اعتقاد كده او معلمات انه ممكن يكون فيه تغيير في لاعب او اتنين من التشكيل اللي نشروا يلا كورة وده بالتأكيد من خلال مصادرهم او توقعاتهم بالنسبة لمباراة اليوم طيب حساب اليوم السابع على تويتر بيتكلمون فيه اربع تغييرات متوقعة في تشكيل الاهلي امام فرقه الليلة في الدوري بيتكلمون ان التشكيل هيكون الشناوي هاني محمد عبدالمنع امرامي ربيع علي معلول حمد فتحي السلية افشا عبدالقادر بيرستاو لويس بيكي سوني وبالتالي هكون التغييرات عدم وجود ياسر ابراهيم وقاليو ديانج ولويس بيكي سوني او وجود السلاسي دول مكان المجموعة اللي مكانش موجودة في المباراة السابقة تشكيل يعني المراضي ممكن يكون فيه اختلاف شوية عنصر او اتنين والبعض مش قادر يوصل للتشكيلة المثالية او التشكيلة الاساسية في اداء الاهلي النهاردة وكمان خدوا بالكم الفكرة مش في التشكيل بس التشكيل وطريقة اللعب لانه ممكن نهاردة بيتسو مسماني يغير في الشكل الفني لاداء الاهلي عن مباراة سانداونز الاخيرة طيب حساب الوطن سبورت النهاردة كان مركز اكتر على غيابات الاهلي في مباراة فاركو حساب الوطن سبورت على تويتر نشروا ان فيه غياب ل11 لاعب عن الاهلي امام فاركو من ال11 ايمان اشرف وليد سليمان ياسر ابراهيم اكرم توفيق عمار حمدي بدري بنون صلاح محسن محمود متولي دول بسبب الاصابة لكن خرج من القائمة محمد فخري زيادة طاري ومحمد اشرف لاسباب فنية عدم وجودهم في قائمة مباراة فاركو الليلة رقم كبير جدا لكن اتمنى يا رب الفترة القادمة الاهلي يستعيد ولو خمسة او ستة من المجموعة لان كلهم لعيبة مميزة ويحدث الفارق مع الاهلي في الفترة القادمة سواء محلية او حتى افريقية طيب بالمناسبة احنا بنتكلم عن الكرة الافريقية ودوري ابطال افريقيا يلا كورا نهاردة مصدر بالكافل يلا كورا وده من خلال حساب يلا كورا على تويتر اتجاه لتغيير موعد ومكان مباراة سانداونز والاهلي بدوري الابطال طيب الكل كان قلقان جدا من تضارب الموعيد وده الوقت ما بين مباراة بيرامدز يوم 8 مارس ولقاء سانداونز يوم 11 مارس تأكد رسميا من مصادر في الاتحاد الافريقي ان مباراة الاهلي وسانداونز هتكون يوم السبت 12 مارس الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة تغيير الموعد ده بناء على طلب نادي سانداونز عايز يلعب يوم السبت بدل الجمعة وهو اللي كان حدد المعادل المبدأ يوم جمعة لكن طلب ان خلاص يكون المطش يوم السبت ان هو عنده مباراة يوم الثلاث في كأس دوري جنوب افريقيا فبالتالي هيكون الوقت دائق جدا ما بين الثلاث والجمعة فعشان كده طلب ان المطش يكون يوم السبت الساعة 3 بدلا من الجمعة الساعة 6 طيب ده موعد وتوقيت المباراة المكان كلنا عارفين ان سانداونز كان بيلعب في ملعب لوكاس ساموريبي في بريتوريا وعنده ملعب لوفتس ايضا في بريتوريا الملعب ان دول مش بيلعب علوم السنة دي في دوري ابطال افريقيا نتيجة طبعا الملعب غير صالحة بسبب مباريات الرجبي خلال هذه الفترة فنقل الى مدينة ريستنبورج تحديدا ملعب ريال بافي كونج ده لعب عليه المباراة الاولى امام الهلال السوداني في اولى مباراة المجموعة الاولى لدوري ابطال افريقيا ولكن فجأة الاتحاد الافريقي تلقى خطاب رسمي كلام ده خلال 24 ساعة الماضية بطلب نادي سانداونز عدم اللعب على هذا الملعب وتغيير الملعب واتجاه لتحديد ده ملعب بديل خلال الساعات القليلة القادمة عايب افين لسه مفيش حاجة مؤكدة لكن الخطاب الرسمي والتأكيد الرسمي لازم يوصل النادي الاهلي قبل يوم الخميس القادم وده هيكون بالزبط قبل عشر ايام من هذه المباراة يوم 12 مارس هيتحدد بقى في الخطاب الرسمي مكان المباراة مكان المدينة وملعب المباراة اللي هيستضيف هذه المباراة كده الاهلي مش هيلعب في بريتوريا ولا في رستنبرج هل هيلعب في جوانسبرج هل هينتقل لمدينة تانية كيبتون او اي مدينة اخرى ده هيتحدد خلال ال 72 ساعة اللي جاية قبل يوم الخميس وقت ارسال الخطاب الرسمي عشان نعرف الاهلي يلعب فين بالزبط هذه المباراة المهمة جدا في ترتيب مشوار هذه المجموعة الاهلي وسانداونز والمريخ والهلال السوداني طيب نروح كمان لحساب المصر الرياضي وتصرحات لمدرب المريخ السوداني لكلارك المدرب الانجليزي اللي كان مبارح في احدى القنوات الفضائية بيتكلم على مجموعة الاهلي ومجموعة المريخ والهلال وسانداونز بالنسبة لدور ابطال افريقيا طيب المصر اليوم الرياضي نقل هذه التصرحات من خلال الحساب الرسمي على تويتر وقال لكلارك في هذا التصريح قال المجموعة باتت معقدة للغاية والفرصة الآن قائمة امام الاندية الاربعة قال كمان الاهلي اكبر فريق في افريقيا ويملك لاعبين مميزين ومدربا مميزا هو موسيماني وعلينا العمل بجدية من اجل تحقيق نتيجة ايجابية امامه مباراة الاهلي والمريخ يوم السبت اللي جاي مباراة صعبة جدا وعنق زجاجة بالنسبة للنادي الاهلي لا بديل سوى الفوز عشان الوضع في المجموعة ما يتعقدش بنسبة جبيرة تنتصر في هذه المباراة تحرز السلسل نقاط تبع عندك اربعة نقاط في المركز التاني ثم المباراة القادمة مع سانداونز لازم ترجع بنتيجة ايجابية في انتظار كمان نتيجة مباراة الهلال والمريخ اللي هتتلاح في السودان في نفس يوم مباراة الاهلي وسانداونز في جنوب افريقيا مع نتاجة الجولة الرابعة هتتحدث شكل هذه المجموعة الاهلي ممكن يكون خمس نقاط يوصل لسبع نقاط يا رب ان شاء الله ويرجع من جنوب افريقيا بانتصار نقدر نقول اخر مباراتين مع المريخ واليلال في القاهرة هيكون ان شاء الله هم محطة العبور الى مرحلة دور التمانية لكن قبل كل ده مطش السبت اللي جاي مع المريخ عنق زجاجة لا بدين على الفوز باذن الله ايا انكلت النتيجة 1-0-2-1-3-2 المهم تكسب وتحقق السلس نقاط عشان توصل للنقطة الرابعة نروح لحساب كورا بلس وبتكلموا على عودة صلاح محسن مصدر لكورا بلس في حساب على تويتر بتكلموا لان اللعب ياخد تدريبات تأهلية في الجيم على هامش المران الجماعي وصلاح لسه محتاج حوالي شهر خلال الفترة اللي جاية وفقا لمطابعة حالة اللعب بشكل دوري من اجل العودة للتدريبات بشكل تدريجي خلال الفترة اللي جاية شهر دي هنتكلم على اول ابريل يقدر يدخل صلاح محسن في التدريبات والمباريات في الفترة اللي جاية محتاجين بسرعة صلاح محسن الفترة الجاية نتيجة طبعا مفيش غير محمد شريف وحساب حسن مع وجود بيرس تاول واسمي كيسوني أحمد عبدالقادر محتاجين وفرة عدد اللعيبة عشان ضغط المطشاط بشكل غير طبيعي في الفترة اللي جاية ولازم الكل يكون على أهبة الاستعداد عشان المرحلة الجاية صعبة جدا مش فقوة المطشاط بس لا كمان ضغط المباريات وتوقيت المباريات ببن كل مباراة والتانية 72 ساعة وكمان معدل السفر في الفترة اللي جاية طيب سبارتو 362 مصرية اهتمت بنقطة مهمة جدا متعلقة بأنه واحد تسوقية لأعلى الأندية في القرى الإفريقية سبارتو 68 على تويتر نشروا أغلى الأندية قيمة سوقية في إفريقيا الأهلي في الصدارة الزمالك في المركز الثالث بيراميدز في المركز الرابع طيب بنتكلم عن أن الأهلي 31 مليون وتسعمية ألف دولار سانداونز 23 مليون وربعمية ألف دولار الزمالك 21 مليون وربعمية ألف دولار بيراميدز 18 مليون وتسعمية ألف دولار والترجي التونسي 18 مليون ومتين ألف دولار طيب دي أعلى قيمة تسوقية بالنسبة للأندية في القرى الإفريقية وزي ما احنا شايفين طبعا بنتكلم عن الأهلي والزمالك وبيراميدز والترجي أربع أندية عربية مقابل نادي إفريقي أو نادي من جنوب القرى هو نادي سانداونز بصوا لأرقام دي وعرف فرق القيمة التسوقية وفرق البطلات وانت تعرفوا للاتحاد الإفريقي عايز يعمل دور السوبر عشان أندية غرب وجنوب القرى يكون لها نصيب الأسد في الوصول للمراحل النائية والمنافسة على الدوريات الإفريقية في ظل أن آخر 7-8 نسخ في دور الأبطال وكاس الكونفدرالية كلها أبطالها من شمال إفريقي ده كان إطلالة سريعة كده على أبرز العنوين وترندات الأهلي خلال الساعة الأخيرة في السوشيال ميديا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف باقي فقرات برنامج الترند